على هامش عقادي قمة مستقبل المعادن اجتمع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمعالي الأستاذ بندر بن ابراهيم لخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية مؤكدا دعم الحكومة الموقرة لكافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين مشيدا نأفل وقت ذاته بالتطلعات والخطوات الاستراتيجية التي تقودها المملكة العربية السعودية والتي تعكس الاهتمام الكبير والتوجه نحو التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التعدين كما لفت الزياني خلال لقائه بالوزير الخريف إلى المشاريع الاستثمارية العديدة والمتنوعة التي تحتضنها مملكة البحرين وتابعة لمستثمرين ورجال أعمال من المملكة العربية السعودية إضافة إلى المشاريع المشتركة بين الجانبين البحريني والسعودي تحقيقا لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين والتي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين